مع استمرار الاحتلال في جرائمه وخططه الاستعمارية يواصل أبناء شعبنا في قرية كفر قدوم مسيرتهم الأسبوعية التي تحمل راية المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال وممارساته التي تتمثل في هذه المنطقة بإغلاق شارع القرية الرئيس ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة قدومين بحرية كل المقاومة التي كفلتها القوانين الدولية وأباحتها للشعب التي تقع تحت الاحتلال لممارستها لخلاص من هذا الاحتلال كلها مشروع بحق شعبنا لشعبنا الفلسطيني ونحن نرى أن المقاومة مرتبطة بوجود الاحتلال الإسرائيلي فطالما الاحتلال موجود في يجب أن تستمر هذه المقاومة ونعي تماما أن القدس هي مفتاح للحرب ومفتاح للسلام وخسئة كل من يحاول أن يعيد سياغة المدينة المقدسة ويحاول تهويدها لصالح مشروع استعمال المعين سنقف حياله وقفة الرجل الواحد وسنقاوم بكل ما يتينا من قوة حتى تبقى القدس عربية خالصة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين هذا الاحتلال القاتل للأطفال والنساء والهادم للبيوت والمشرد لأهلنا في الشيخ جراح والذي يعمل على إذلال أهلنا في الثمانة واربئين نقول له بأن المقاومة الشعبية ستبقى مستمرة حتى الخلاص من هذا الاحتلال والنصر الحقيقي هو إقامة دولة المستقلة وعاصمتها الكدس الشريف بإذن الله عشرات الإصابات بالاختناق وقعت جراء اقتحام جيش الاحتلال القرية وقمعه المشاركين في المسيرة بإطلاق قنابل الغاز بكثافة تجاههما ورغم هذا القمع والممارسات اليومية بحقهم يأبى أبناء شعبنا الانكسار ويؤكدون على مواصلة الطريق نحو الحرية والخلاص من الاحتلال سنوات طويلة لا كلل فيها ولا ملل من مقاومة الاحتلال في قرية كفر قدوم التي تستمر في مسيرتها الأسبوعية للسنة العاشرة على التوالي مناهضة للإصطيطان وأطمائه من قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أحمد شاور تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر